تعال تعال يا مفتربي تعال اقعد هنا علشان تتفرق كويس تعال انا مش عارف ولا قادر افهمك ابدا يا مرتض هتفرجني على ايه بس هفرجك علشان ايه ده في اليومين الاخرانيين التحريات اللي انا عملناها انا والكابتن شديد والكابتن عقل على فكرة دول من اكفأ رجال الامن في العالم يا مرتضى يا حبيبي افهمك دائب نخطي يعني انا عارف عنه كل كبيرة وصغيرة عارف عنه كل حاجة ايه لازمتها التحريات دي بقى انا اصلي بدور على حاجات حاجات رفططع كده حاجات صغيرة نقطة ضعف هفوة حفرة حاجات كده يعني يا باشا وبعدين ده شغلنا يا باشا ما تقلقش نعم جعب لي صورته وهو بيتحق ليه بتغزني يا مرتضى المهم اللي يتحق في الآخر ده سيلي بنخطط ايه هو يا سيدي عنده مشروع كوفي شب مشروع من المشاريع اللي ماشى اللي وبين دول بس هو مش شغالة لانه ملبوخ ملبوخ ما بين عياله وطلباتهم من البيت للشغل ما عندهش ايه ايه هويات ولا نزوات ولا علاقات نسائية كل ده انا عارفه يا مرتضى انت بتكلمني عن ابن اختي فاهمني انا عايز عايز اعرف اسراره عايز اعرف عنه حاجات تخليني اكسر عين واكسر دماغه ادخله السجن ان شاء الله حتى الافاء لوتهمة بس التهمة تبقى ايه مش مخالفة ولا جنحة لا جناية وكنية من التقال دي مشير انسانة عنيفة ومتسلطة ولسانة مجرحلش انا بقى متأكد ان هي اللي بتحردون ومتأكد ان هي المحرك الاساسي للمؤامرة اللي اعنا اكشفالك دي سلمة بنت حسين انا اللي عايز افهمه ها الحاجات دي كلها هتفدني بايه يا رجل انت انا طالب منك تفرجني على صورهم انا عايزك تواريني فيهم يوم انا حافظهم حافظهم وعارف اصلهم وفصلهم لكن عايز اكشن ضبرني مؤامرة بقولك ايه قول انه كان عايز يموتني اه قول انه اتفق مع واحد بلطاجي شامحتي مايتخيرش عن حضرتك كده انه يموتني يقتني حاجة من ديها مرتضى حاجة من ديها حبيبي اشتغل انت هتشتغل ولا هتفرجني على صور المعلومات دي هي اللي هتخليني نشتغلها يا مرتضى افهمي فتح مخك معايا وصحصح كده اللي انا بقوله مرتضى انا عايز اكشن حركة حركة شديدة بقولك ايه اطبر له مؤامرة اه انت مش عارف ان المؤامرات هي المحرك الاول للتاريخ عارف الكلام دي ولا مش عارفه مرتضى متى الاشا متى الاشا يا باشا الموقف تحت السيطرة وهنبدأ الشغل من النهاردة عندما يأتي المسال انا في عارضك في عارضك يا مرتضى اعمل اللي انت شايفه وانا تحت امرك مش عاب خلالك من جنيه لعشرة المياه الف المئة الف المهم تنتقمني منه تعرفه كويس قوي ان لي اتحدى مخطار الحمزاوي مصيره الموت فاعم يا مرتضى مصيره الموت اطمن يا باشا اطمن جدا هنبدأ الاول بألعاب صغيرة كده عشان تخلى الخصر يفقد السيطرة ما بعدين لما يدوخ يدروخ نبدأ الشر نزل تجهزين يا رجلة تجهزين يا رجلة اطمن يا مختربي اطمن هيبدأ اللعب عراي مؤمرة مجرد مجرد مؤمرة يا مختربي مؤمرة سمعنيك ايوة سمعك ايوه عصدي سمعك أول ما تلمحوا قولي بس على الله ما يغيرش خط سيرو ايوه يا جديد معي سمعني يا جديد معاك يا عقل سمعك خرج الهدف خرج يا جديد في نفس السكة نفس السكة أنا خير بالله يا نور اوكي ه مرحبا، بعد إذنك أنا وقف في المشكلة مش عارفة تصرع في السكة إيه مشوك مفتاح عربية قالي كل يوم يفتح فيلي مش عارف مها عصلك. ما فيش حد هنا قريب بتاع مفاتيح. اه فيه بس يا حضرتك عارفة محلات الخدمات دي ما تفتحش قبل 11-12 بالليل الصبح اصلي. انت عارفة بس صناعية بيصاروا طول ليل عدش واسباحوا نايمين وفتحوا براحاتكم. اوه سترو طب انا هتصرف ازاي دلوقت. ممكن حضرتك بتحاول كده يمكن تفتح. اه حاول بحاولك. اه التروب ده. ما شاء الله. المفتاح يشتغل والعربية ضارت وزاي الفل مش اي مش اي مشاكل. معقولة ايد حضرتك فيها البركة. الله يبارك لك. فكرتني بالنقطة القديمة بتاعت القفل والترباز. ايه القفل والترباز ده. النقطة مامي كتبتقولها لي كده وانا صغيرة من سنتين ثلاثة كنت تيجي واني. ايه. طيب هو بس يبدل ان عارضك كنت مستعجلة. ما عارضيش حط المفتاح في كونتاكت كويس. ممكن. انا هقولك النقطة بس انت تجيبلي الشنطة. ما عنديش مانع الشنطة. الشنطة بتاعك من جوة. اهي. اهي. الشنطة يا مادام. يا مادام. اصبحتها. sergeanta ما قالو. يا مادام. شنطة يا مادام. حسنا. الا شنطة دي مش ملعك. دي بتاعك واحدة ستاكت راجبة العربية دي وكان عندنا مشكلة بتاكتب. انا الحمد لله حالي طلاقي المشكلة. بس سبحان الله كانت وقف هنا جامدي. خلت الشنطة وتلعت من من هوة مليتقاش. ست مئة واحدة ست كده ملازلازة شوية كده يعني بس يعني خدمة لله يعني أصدت بخدمة يعني هي العربية دي بتاعتك؟ لا لا مش بتاعتك صباح الفل صباح الاشتاء هي قالتلي عندها مشكلة في الكونتاكت فأنا فتحتها عشان أحللها مشكلة الكونتاكت طلعت من جوة ملقتهاش تبتعال بقى معانا زي ما انت كده بحالكم كده زي ما يا جماعة فين أنا عايز الست الست عندكم؟ ست ايه ايوه أنا عايز الست انا هوضيك عند الست تعالة بس تعالة قداني قولك ايه؟ ما حدش يميت يدو عليها للظابط قداني الشانطة يا مداب الشانطة ست بovan ايه أنا ما قدش تعبت عليه يا ساعدت الباشا البوليس طب فجأة قضاءً وقدرًا حاجة مش محلول حسابها في القطة تقوم تجري وتسيبوه؟ طب ما هتقبض عليوه والعربية معاه يا ساعدت الباشا أنا لو ما خفتش من البوليس ما بقاش حرامي أصيل آه أي حرامي في مهنتنا شوف البوليس يطلع يجري لا أقول لي بقى الحل إيه؟ الحل إيه؟ أنا قلت إن إحنا نستفيد ونفيد نلعب مختار شوية لكن باللوقت هعمل إيه؟ وإننا نعمل إيه؟ أنا ما كانش في إيدي غير كده كان لازم أجري يا باشا والحل نعمل إيه دلوقتي؟ مش ديه طلبات مختار باشا يا حيوان يا حيوان دي طلباتي أنا طلباتي أنا مش طلبات مختار باشا أنا أقصد إنها جات مصلحة مصلحة؟ مصلحة لمين؟ يا ساعدت الباشا إحنا نقول لمختار باشا حط نلعب حسين في السجن فرصة تساومه يسيب البيت نطلعهم السجن ما يسيبش البيت زنبو على جنبو يا سلام نقول له سيب البيت نتطلعهم للوقت ما يسيبش البيت وخلاص والموضوع ينتقى على كده ويبقاش عندنا الشابل طبعا طبعا يا أستاذ وانت خسرا إيه؟ بتاخد مرتبك آخر كل شهر يا باشا إيدخل مرتبة بقى في الحكاة يا بني آدم يا بني آدم انت إحنا أي موضوع يجينا ونخلاصه في يوم وليه لا حنستفيد إيه؟ مش حنستفيد حاجة خالص ولو إن يعني مختار برضو لازم يعرف لازم يعرف إن حسين يتقبض عليه يروح في ستين دحية مش عايز أعرف ليه ولا إزاي أيوه زي ما بقولك كده بقولك إيه؟ المهم يعرف إن إيه مختار محدش يعادي اللي يقف قصد ويمسحه يقتله يضيعه اسمع اسمع مرتبة الكلام في التلفون مش حينفع أنا قاعد في المكتب النهاردة طول اليوم أي وقت تلاقي نفسك فاضي فيه تعالي وبقولك إيه؟ أنا بره الموضوع ما ليش دعب الموضوع ده خالص ها؟ من بره بره فاهم؟ مع السلامة يا مصطدر ماشي يا حسين إن ما وريتك أنا وإنت والزمن طوي اسمصير ماشي تلقي ديت الشنطة المين يا حسين؟ للزابط يا سعاد تلبيه أنا بتلفت ورايا كده وعمدي إيدي لقيت حضر الزابط شقت الشنطة مني والست؟ الست راحت فين؟ هو ده اللي هيجنني ده اللي هيجنني يا سعاد تلبيه شكلها إيه الست دي؟ استغفر الله العظيم أقول إيه بس؟ شكلها بشع يا سعاد تلبيه مش شكل ست خالص وده اللي يثبت حسن نياتي أنا كنت بساعدها جدعانة مروقة شهامة إنها مساعدتك لو شفت شكلها ما تساعدهاش خالص وراحت فين الست البشع دي؟ وأنا مش عارف هيكت واقفة جمي وأنا بفتح باب العربية قالتلي لو سمحت تلوني الشنطة اللي جوه أنا جدعانة مني بقى ومروقة وشهامة مديت إيدي جبلها الشنطة بتلفت ورايا ملتهاش لقيت حضر الزابط مسكني من قفايا بس على فكرة ده مغرز يا سعاد تلبيه إيه اللي عرفك إن الست دي هي صاحبة العربية؟ أكيد يا سعاد تلبيه لأنها كتوقفة قصادة العربية والباب مزارجل مش عارفة تفتحه فأنا جدعانة مني بقى ومروقة وشهامة بفتح باب العربية عشان أساعدها بالشكل ده بقى الواحد اللي يساعد حد وأنا اللي يدعوه بحد يمشي في الشارع كده إن شاء الله يلاقي قاتيل ما يتحشرش وبعدين دي كتلسه متهزر معايا كتحت قولي نكتة عن القفل والترباس عنهم إحنا نحقق ونعرف مين فيكو القفل ومين الترباس ماشي يا سعاد تلبيه بس والله أنا مش حرامي أنا ده رجل شريف رجل محترم ده أنا موظف كبير وأخد أجازة بدون مرتب عشان أقف في الكوف شب أطلع قرشين يساعدوني على مصاريف الولاد لكن أنا يعني العمر اشتركت في قضية فساد ولا قضية رشوة ولا قضية اختلاس ده مقلب يا سعاد تلبيه شوف بقى أنا بحذر سيادتك لو ظلمتني ربنا على الظالم هينتقم منك ويخرج بيتك إن شاء الله ما تخافش يا حسين إحنا هنحقق ونعمل تحرياتنا وانطلعت المظلوم هيباني إن شاء الله مظلوم يا سعادت البيت ممكن أطلب من سعادتك طلب إنساني تفضل لو سمحت بس تبعاته تجيبه حدي من أهلي ونسني ممكن تجيبولي أخوي الدكتور محمود حاضر يا حسين العسكري هوا فن خد المتهم لا ده بيقولك هات أخوي الدكتور محمود أنا بقولك تجيبلي الدكتور محمود مش تجيبلي عسكري فضل أنا مش هنهزر فضل فضل أنا حذرتك فضل انتقم منك إن شاء الله كده يا حسين كده يا أخوي محد يسدح اللي بيجراء لك ده يا حسين الست الست هي اللي عملتها القرشانة دي عاوزة تخرب بيتي هو ده اللي طالع عليه من صلاحية ربينا الست الست ستمية محدش عارف يلا يا أخوي خليه واقف معانا شوية وإحنا هنشوفك تشوفوني فيه هنشوفك في التليفزيون أو السينما ما تخافش يا حسين وإن شاء الله بكرا الصبح هشوف لك محامي ما تخافش مش هسيبك تروحها وأنت أنا هتعامل فيا مقلب يا محمود ومتاقلي خالي هو النوار المقلب ده قول كلام غير كده يا حسين مش معقولة للدرجات دي يعني مصطعي الحقيقة زودتها شوية يا عواطم كان مفروض أفرح إن خالي فاسد وغاني مش هي يا دي الموضة بقولك وإيه وبينفعش الواحد يبقى غاني من غير ما يبقى فاسد إحنا في إيه ولا في إيه دلوقتي يا حسين خلينا في اللي إحنا فيه إيه هي للست دي اللي إنت بتنزل من بدل يتقابلها ست؟ وهي دي ست؟ دي مركبينها بالكراكيب القديمة من السلام قولا ما هي من الكراكيب القديمة إيه اللي مرتكت معاها بالشكل ده؟ حتب أنت والنهابة يا مشيرة إحنا فيه ولا فيه؟ يلا يا جماعة روحوا أنتوا بالسلامة أنا حواجه مصيري من جنتها الشجاعة أنا لا سرق ولا نهب ولا أنا فاسد ولا بحرامي ولا أنا واخد فلوس من البنوك عشان كده أنا ضميري مرتاع حتنمى على الأرض أربعة أيام يا حسين ولا أهمك يا مشيرة جوز الجدع واستحمل بس أنت خدي بالك من العيال خد يا بابا خد ما تخافش أنا أحفظ الجنبك أنا أحفظ النام في العربية قدامت اسمه قد ما تطلب يلا حافظة تهدونا حاجة يموت خلي بالك من نفسك يا حسين أنا أعلالك من نشات الجبنة بالتماطل اللي أنت بتحبها يعني كان مكتوب لك دفين باس حضراتكم تابع الأخ اللي بنا أيوا يا سيدي أنا أخوه والحاج أخده ودمراته وحماء وحضرتك هاوز إيه؟ أنا شاهد على كل حاج أنا شفت ابنكم وماما بيفتح العربية حرام عليك هو عن ناصين ده ملعوم معقول فيه عشان يخربوا ماده وده إحساسي بابا ماما أنا عايز تشهد علي ليه؟ أنا مش عايز أشهد عليها سيدي هانا أنا عايز أشهد معاه أنا فعلا شفت الست وقتا جب العربية شفتها وهي بتشاور له عشان يروح يفتعلها العربية والأهم من كده شفتها وهي التهرب أول ما كان عربية البوليس أنا هشهد باللي شفته وهرب قل له كلمة بقى أقول له كل الكلام ده الحمد لله حسان بريء يا موشي يا سلام بريء من حكاية العربية إنما الست لسه ما تبرقش منها أنا اللي أحقق بنفسي معاه بقى في الحكاية دي أنا نفسي استغربت لما شفت الست بتجري وفي الحقيقة هو ده اللي لفت نظري في الموضوع كله وأنت إزاي اتأكدت أن الست اللي بتقول عليها دي من شريكة المتهمة لإيه بالصدفة كده شفت الموضوع كله شفتها وهي لوحدها جنب العربية وشفتها وهي بتشاول الأخ ده كان واضح من تصرفاتها وحركاتها إنها ما تعرفوش حسيت إنها محتاجة لمساعدة فعلا وما شكتش إن العربية اللي وقف أقصدها مش بتاعتها فعلا بصراحة ده ما خطرش على بالي أو ما فكرتش في الموضوع ده إلا بعد ما شفتها وهي بتجري قلت لنفسي لو كان اللي بيفتح العربية ده معاها كان ممكن تنبهوا إن البوليس جاي عشان يهرب هو راخر يعيني قاعد يا أساس وبعدين تفضل كمي مش معقول يكونوا مع بعض وتسيب وتجري وده اللي خلاني أجي أشهد باللي أنا شفته والأخ مظلوم الله الله كلام اللي زي العسل يا بيه يا بيه لو سمحت لو سمحت تتعرفوا قبل كده ولا في علاقة بينكم لا يا فندم ما عرفوش وإيه اللي خلاك تيجي تتقدم للشهادة لاحظت إن الموقف مش طبيعي حسيت إن فيه حاجة مش دخلة دماغي شميت كده ريحة مقلب أو لعبة غريبة مش مفهومة يا سلام كل ده شفتوا انت واقف بلا كنت شقتك أنا زابط شرطة قديم ومخضرة صحيح دلوقتي عن معاش لكن خبرتي ما تخيبش إحساس البوليس هيفضل ملازمني طول العمر وده اللي خلاك تيجي تتقدم للشهادة؟ ده من ناحية ومن ناحية تانية ضميري كإنسان وكرجو شرطة سابقة عنهم إحنا بنشكرك جدا لأن شهادتك مؤثرة فعلا في القضية الحمي ولله خلصنا من مشكلة الحكومة وقبل ما نخلص من مشكلة مشيرة ندوة؟ ندوة إيه يا بابا؟ ندوة يا بنتي في الجمعية سيدات المجتمع طالبينك إنتي بالإسم تقديرا ليك يا دكتورة إجلال تقدير لي أنا يا بابا؟ بمناسبة إيه؟ مناسبة إيه إزاي بقى؟ إنتي نسية إنك إنتي دكتورة وأستاذة في الطب النفسي وبتخدمي المجتمع يا إجلال بخدمه إزاي؟ أنا ما بخدمش المجتمع ولا حاجة أنا بشتغل إزاي إزاي أي دكتورة أو دكتورة بس يا بنتي إنتي مش أي دكتورة إنتي بنتي بنتي توفيق ولا يا جماعة؟ عندك حق يا حماية الحاجات دي مهمة جداً بريستيج منظرة وجاهة إجتماعية قول إنا بقى هتغردي تقولي إيه إن شاء الله في الندوة؟ هتقول إيه؟ تقول أي كلام؟ ألا هو المثقفين يعني في الندوات بيقولوا إيه؟ أي كلام؟ شوية كلام يعني؟ يعني إيه شوية كلام؟ أنا مش هعمل حاجة زي دي يا بابا ندوة إيه وكلام فارغ إيه؟ لا دا مش كلام فارغ دي حاجات ثقافية واجتماعية وعلاقات عامة وبعدين يا بنتي إحنا محنش نسؤولين في البلد إحنا عائلة لازم نحافظ على معامة وبعدين أنا بقى أعمل لك دعاية مفيش كده عزملك كبار مسؤولين في البلد كبار المثقفين كبار أسادزة الجمعة وبعدين يا بنتي إنتي مخكة إنتي بنت عبقرية دماغك مليانة أفكار ولازم تقول إيها عشان تستفيدي منها والمجتمع يستفيدي منها ما تقول حاجة يا محنوض آآ طبعا يا عمي طبعا إجلال مثقفة جدا يا سلام دولة هدى شعراوي لا وبعدين عندها حاجات كتير قاوي آآ آآ نعارف إنت بتورطني يا محنوض ولا بتتريق علي أنا مش هشارك ولا حاجة زي دي معلش يا بابا لأ حتشاركي غالبا أنا مش كل حاجة طبعا منك ترفضيها وبعدين أنا اتفعت مع رئيس الجامعية قل لها حاجة يا محنوض آآ طبعا يا عمي محنوض لان أنا كنت عاوز أتكلم معاك على مفراد كده عاوزك تساعدني في موضوع بخصوص الدكتورة إجلال الدكتورة إجلال؟ قوي قوي وأمور يا عمي الموضوع بخصوص الندوة اللي هتعملها الدكتورة إجلال في جمعية سيدات المجتمع أيوة أيوة ما أنا عارف الموضوع ده عشان البريستيج والمنظرة ما احنا اتكلمنا عالموضوع ده واحدة عالغدا أنا عاوز النادوة دي تنجح بأي شكلة تبقى بريستيج فخامة عاوز الناس اللي بتحضر النادوة دي تحس إن ابنتي شخصية مهمة عبقرية وكل الناس عاوزة تتعرف عليها وتهتم بيها طيب إيه اللي أنا ممكن أقدر أعمله تحت عمر جعمل توفيق يعني يا الرطوش بقى والأخراج والفلفل والشطة وإنت بقى لزان الطرطة وتخليها حاجة تستاهل فلفل والشطة والله ما أنا فاهم عم توفيق يعني حاوزك تجيب لي تلاتين أربعين واحد ووحدة وأول ما تخش إجلال يعملوا لها بريستيج وتسقيف جامل وكل ما تتكلم يسقف لها حاوزها كده تبقى إنها شخصية مهمة وبعدين انت عارف يا حسين إن إن النادوات دي محدش بيحضرها طيب لما انت عارف إن محدش بيحضرها عايز تعملها الإجلال لي إيه؟ ما انت قلت بعض متل سهلك البريستيج والوجاهة وبعدين لما إجلال تنجح وتبقى شخصية مهمة ممكن يختروها وزيرها وبعدين إجلال شغالها على طول على الكمبيوتر ها 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 يعني إجلال الإلكترونية في الوزارة الإلكترونية مش أصدق كده يعني؟ ما بنتي شخصية طول عمرها متفوقة ومتعلمة وبعدين ما تنساش بقى كمان إنها مرات أخوك لازم تهتم بيها وتاخد بلك منها ما عنديش مانع من عنائل اتنين بس أنا أوفر لك الجماهير دي إزاي؟ معه زي ما قلت لك عايز ناس أخر وجاهة أخر شيخة أخر فخامة أخر اعتراض أيوة بس أنا أجيبي جماهير دي منين؟ يعني حضرتك تعرف مكان بيورد جماهير هو نعرف منين؟ معه أنت؟ معه أنت اللي تعرف معه الكوفي شب مليئة الناس هم؟ بدل ما هم عادين في الكوفي شب خدهم على الندوة والمشارب على حسابي لا 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 شوف عم متوفيق خلي الكوفي شب بحاله ده شغل مش عايز أخسر الزباين خلاص الطقص اعرف بيجيبوهم منين؟ تلاتين أو أربعين واحد وحديهم في الساعتين؟ ألفين جنيه إيه؟ قليل؟ خلاص أربع تلاف جنيه وكما ممكن تدور على الجماعة اللي بيحضروا المنتخبات بتاع مجلس شعب قولوا بالدم بالروح نفديك يا ما عرفش إيه؟ خلاص أنا هشوف مكتب من اللي بيورد جماهير للمطربين ومطربات اللي كل ما قولوا أي حاجة سقفوا على الفضل والبليان دول واجيب منه شواء الجماهير أيوة بس يا زمي يتكلموا واهتفوا بحماس ها؟ قولوا معهم صور برضو كمان زي دي ها؟ بنفس الحماس وبنفس الكذب سميها زي ما انت عاوز سميها بس يا رجوك يا حسين وعرف جنبي عشان خطر يلا يا جلال حنتأخر عمك نفسه يشوفي هو أنا كمان نفسه أشوفه وحشني موت طيب خدي الملف ده فيه أوراق مهمة بيعيها كويسة أوراق؟ أوراق ايه دي يا بابا؟ انت عارفة انك بعد يومين عندك ندوة في جمعية نساع المجتمع تاني يا بابا تاني؟ ندوة ايه وكلام فارغ ايه؟ الموضوع ده حنا تكلمنا فيه وخلصنا منه ومش هتكلم فيه مرة تانية طب بس بالراحة ايه علاقة الورق ده بالندوة؟ أنا عارف انك انت مشغولة ومش فاضية فقلت اجيبلك موضوع جاهز تقري وخلاص موضوع جاهز؟ يعني ايه موضوع جاهز؟ الطب النفسي فيه خدمة البطانة يا سلام موضوع هايل موضوع خطير كلفته واحد مسقف محترم يكتب لي كلمتين محترمين ودفعت له مبلغ محترم انت بتتكلم جد؟ انت عايز نجدب يا بابا؟ هو انا لسه صغيرة هقف قدام الناس اضحك عليهم ويتحكوا علي مش كيفية عاملين ندوة بفلوس؟ كمان هنشتري الكلام اللي هنبيعه؟ مايا بنتي كل الناس كده دلوقتي؟ انت لو عاوز دكتوراه جاهز هدلوقتي اشتريلك تلاتة اربعة النهاردة كل حاجة بالفلوس وبعدين صبوري بكرة تعرفي قيمة الخدمة اللي ابوكي بيعملها لك وانا هاملك مفاجة هجيبلك مصور يصورك هلزل اخبارك في الجرايد وهلزل صورتك في صفحة المجتمع اه انا خايفة تبقى في صفحة تانية خالص صفحة الحوادث؟ طبعا بس صفحة الحوادث السعيدة صفحة الحوادث الجميلة انا بس نفسي اعملك حاجة كده تفتكريني بيها بعد بابا سلام عليكم ايه يا جماعة خير؟ مرصودكو علي كده ليه؟ الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم ملك يا اجلال شكلك مبوز علىنا ليه؟ تعال يا عواطف اتفرجي علي بابا عايز يعمله فيا عايز يبهدلني قدام الناس يبهدلك؟ يبهدلك ده ايه يا اجلال؟ معقولة؟ هو فيه زي تيفا ولا فحنان تيفا على ولاده؟ لا هو اكيد عايز يخدمك يخدمني ده ايه؟ ده جايب لي كلام مسروق عايزنا اقوله قدام الناس مسروق؟ كلام؟ هو مسروق؟ سبحان الله كلام ايه اللي مسروق يا تيفا؟ هو فيه كلام بيتسرق يا عواطف ده اللي كتبوه خد تامن واتنازل عنه الطب النفسي في خدمة البطالة الله الطب النفسي كلام جميل هو ايه اللي كلام جميل؟ فيه حاجة اسمها الطب النفسي لخدمة البطالة؟ جرى ايه اجلال؟ الله ما تبطلو ده وتسمعو ده ما خلاص ابوك يشترى الكلام وخلصنا على كده يسمي الطب النفسي بقى في خدمة عصام الطب النفسي في خدمة حسام اي كلام وخلاص لا بصراحة انت غلطانة هو في احنم نابوكي لا 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 انت غلطانة وما بتفكرش في مصلحتك ابدا لا 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 انا هتجنن محسسني اني غلطانة مبقاش في بيني وبينكو اي لغة مشتركة ماش قادرة الاقي اي وسيلة اقدر اعملها عشان افهمكو تفهموني اعمل ايه اتصرف ازاي هلا هتجنن ولا تتجنيني ولا حاجة يا حبيبتي بس عشان خطري احضري النادوة دي بس عشان خطري انا دفع فيها مبلغ محترم امني ما اتخيل انك تجيب لي واحد يكتب لي كلام وتدفع له ثمان مش قادرة اتصور ولا اتوقع انك عايز نضحك على نفسي وعلى الناس ليه يا بابا ليه عايز نعمل كده البرستيج يا بنتي الوجاة وبعدين يا بنت انت انت صغيرة ومعنديش خبرة بالحياة فاكرة ان الواحد عشان يبقى له شنة ورنة لازم يتعب ويشقى والكلام الفارغ ده بس فيه طرق تانية كتير فيه حاجة اسمها الواسب العالي فيه حاجة اسمها نط الحواجز فيه حاجة اسمها قفز الصور ما ده مدامنا يا بنتي ان انا نعفى نخفز مرة واحدة الفوق من غير ما نتعب ليه بس عاوزة طيال وقتنا وعمركوا ما سبتوني احقق اللي انا عايزاه اعمل اللي انا شايفاه وعمركوا ما سبتوني اخطار حتى لو كان غلط والله عالي الواسب العالي والقفز فوق الصور ونط الحواجز كل ده ليه عشان ايه خلاص خلاص حرمي انا سلمتك خلاص بس عشان خاطر يا بنتي حضر النادوة المراتي عشان خاطر بس شوفي شوفي يا حبيبتي انا عاملك مفجأة مفجأة حلوة قوي بصي شوفي 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 صورتك في جميع المجلات وجميع الجرايف بصي بصي يا حبيبتي بصي مفجأة مفجأة حلوة مش كده يا حبيبتي بص يا بصي اسمعي اسمعي انت مضطربة ليه وخايفة ليه شوفي تقام بدوة كبيرة في جمعية نساء المجتمع تحاضر فيها الدكتورة اجلال توفيق الله اجلال توفيق على الطب النفسي في خدمة البطالة والدعوة عامة شوفت بايا اجلال مش ده بريستيج مش ده وضع متميز في المجتمع بقولك ايه ما تعطلناش بقى الراجل عامل اللي عليه ومي كده اخسر لي وشك وصلح لي مكياجك وحصليني على تحت تسلم لنا يا تيفة ربنا يخليك لينا يا أخوي حاضر حاضر يا بابا حروح النادوة حعمل اللي انت عايزه بس يا الله ما تزعلش مني قال الطب النفسي في خدمة البطالة في حاجة اسمها كده يسهد جمعية نساء المجتمع ان تستضيف اليوم الدكتورة اجلال توفيق دكتورة اجلال من افضل طبيبات النفس والنهاردة هنستمتع كلنا بالاستماع اليها والانصاد جيدا للكلام المهم اللي حد قوله سيدات وسيدة مساء الخير سيدات وسيدة مساء الخير أحب أولا أشكر جمعية سيدات المجتمع اللي قتحت لي الفرصة دي الحقيقة فعلا أنا ما استهلهاش ولا استحقها عاش التواضع عاشت الدكتورة المتواضعة عاش التواضع عاشت الدكتورة المتواضعة عاش التواضع عاش التواضع لا سمحتم أكمل كلامي أنا فيه كلام مهم جدا عاوز أقوله ويريد تدوني فرصة عمر العمل الاجتماعي وخدمة الناس ما كانت سبب في البريستيج والمنظرة الإنسان اللي عايز يخدم بلده وناسه لازم يكون إنسان معطاق بطبعه غني بثقافته وأخلاقه إنسان عنده قلبه وروح وطبع إنساني أصيل بالروح بالدم نبديك يا إجلال يا توفيق يا أصيل بنتك تبقى بنت النيل لو سمحتم بطلوا بقى بطلوا كدوا نفاق وشعارات بطلوا هتفاتوا كلام فارغ شكلكم وحش قوي وانتو باين عليكم مأجورين واخدين فلوس عشان تسقفوا وتتكلموا كلام الفارغ ده لو سمحتم مش عايز حد يسقف لي فاهمين ولا لا؟ أنا بخترح يا دكتور إجلال تخشي في الموضوع على طول عشان السادة المشاهدين يستفيدوا من كلام سيادتك اتفضل يا دكتورة أنا فعلا حدخل في الموضوع الموضوع اللي لازم يتحطله حد من وجهة نظري النفاق، الكتب، المنظرة الفارغة أنا معايا هنا محاضرة عن الطب في خدمة البطالة لكن في الحقيقة الكلام اللي هنا ده مش بتاعي الكلام ده مدفوع تمنه اللي كتبه أبط تمنه تمن اني أحط اسمي عليه وأنا ضميري ما يسمحليش مهما كانت الأسباب ومهما كانت النتيجة الموضوع اللي لازم نتكلم فيه الفهلوة، المنظرة، النصب، الهنباقة اللي مالت حياتنا الكد، الادعاء، النصب، والفساد حتى في العلم والفن والثقافة عاشت المخلصة بنت المخلصين نموت ونموت ودحيا الصراحة بالروح بالدم نبديك يا إجلال 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 أنا أسفة يا بابا أسفة يا مجيدة هانم أنا مكنتش متوقعة إن الأمور هتننتهي بالشكل ده لكن مش قادر أجدب على نفسي كتر من كده الإنسان اللي عايز يخدم المجتمع لازم يخدمه بالعلم بالعمل بالأمانة بالجهد الحقيقي مش بالكتب والنفاق والمنظرة قبل ما تمشوا هادو فلوسنا طيمنوا دماء مفيش أي حال شوية الرقع بضغط عصرها انا ادي اضحو انا مهدئة والصبح يبقى زي الفل ان شاء الله دوائع من طول يا دكتور طوتر او ضغط عصر بجامية شوية ينام بس ويرتح والصبح يبقى زي الفل يعني بابا كويس مفيهوش حاجة يا دكتور اطمنوا خالص بابا كويس مفيهوش أي حاجة تصبح على خير فضح شكرا يا دكتور لا شكرا يا دكتور مع السلامة خير يا جماعة ايه الدكتور طب منكم الحمد لله ربنا يسطر الحمد لله اه انما تعالي انت ده انت مفترية بشكل رغم شجعتك وصراحتك انما اللي عملتيه ده كتير قوي انا نفسي اتفاجئتي بيه معقولة معقولة يا اجلال اللي انت عملتيه ده انا عمري ما كنت اتصور ان اختي بالشكل ده انا خايفة قوي يا مشيرة خايفة على بابا ما تخفيش يا اجلال عم توفيق طل عمره كده لما يحس ان حد هيغلبه يعمل فيها عيال حماية بقى وانا عارفه انت ازاي تشترك في المهزلة دي يا حسين حبيت اثبت له ان الكذبة ملوش رجلين اهو انت عملت زي الدبا اللي قتلت صاحبها تثبت ايه بس تروح تجيب شوية صيع من الشارع يسقفه يهياسه ده فضيح وبالشكل ده حيبطل ده كان مجهز لك حيطة برنامج طويل عريض فاهم انه بالشكل ده ممكن يعملك وزيرة وزيرة؟ انا؟ اه هو تفكيره كده ومع ذلك الحمد لله اهي عدت على خير ايه؟ 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 إن اهتمام بنتك بيك قال لي شوية ولما أنت فالع وناصع أو الشكل ده ما ضايع وقتك على القهوة ليه ما تروح تشتغل أستاذ في جامعة ولا تفتح عيادها للطب النفسي ها ولا أقول محاضرة في جمعية سيدات المجتمع إنت إنت اللي بقوصتها مش أنا جايب لي عيال حرامية للصرين خلاص خلاص عبدوفيق أنا عرفت إيه اللي بزع عليك أنا حواصي مشيرة تدلعك شوية طيب قبل مسافة إسكندريا عاوز أقعد معاك شوية في الكوفي شوب تشرف يا متوفيق فضل فضل أنا عايز أفهم بس إيه اللي طلعها في دماغك فجأة تروح إسكندريا اتعلان من النقوة أو تقدر طول قرفة من النقوة ومنك إنت مزاك؟ بلاش بقى نفتح الموضوع ده عشان بيتعبك صباح الخير صباح الخير يا جنال إيه يا باو يا حبيبي أنت رايح فين عالصبح وإيه الشنطات بتاعتك؟ طلع في دماغه فجأة كده يروح الشلي بتاعكو في السحل الشمالي لوحدك يا بابا هي مشيرة وفقت ويا عادل تفكر مراك أنت واختك أنا ما بقليش أي إيه ما في حياتكم كفاء عليكم سحسين واسيم حمود أنا خلاقس راحت علي لا 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 لعم توفيق زي الكلام ده ده أنت الخير والبركة وبعدين أظن أنا ما عملتش أي حاجة خالص تخليك تزعل مني أنا الوحيدة عم توفيق اللي ما تكلمتش عن المهزلة اللي حصلت على الجامعية والنادو مظبوط؟ ومع ذلك حضرتك يا جبار وزعلان مني تليش سيبت النادوة دي دلوقتي أقولك إيه؟ تعالى لو أنت كده على جنب أعيزك في بوضوحك وينش بجلال مع بابا تليش أنت قاعد وياها أنا مش قاعد وياها خلاص بدأ معام التوفيق زيعل مني أنا رايح حتى على الجزة كانت يا بابا فيه إيه بس مالك؟ إيه اللي مزعالك؟ حاسس أني ماليش أي دور في أخيكم حتى لما بعمل حاجة عشان تبيعه بتبوص هو إحنا يا بابا يا حبيبي نساوي حاجة من غيرك بلاش الكلام المستهل لك ده أنت بتقولي أنك ما تحبيش الكذب ولا النفاق أنا مش هفكر في أي موضوع خصكم أنا لازم أفكر في نفسي لازم أدلع تصدق بقى إن دي فكرة عبقرية يا بختك يا بختك عم توفيق يا نتدى أدرع عم زيك طب ممكن ما تسافرش وإنت زعلان؟ بلك يش دعوة بيه يا أكلام عارف لو ما سمعتش كلامي هقفل العيادة واسيب بيتي وشغلي واجي معاك أخدمك واشوف كل طلاباتك وحطرلك الفطار والغدا والعشر هيا يا صيام أظن بقى لو فضلت ملش في دماغك تبقى بتتدلع يعني إنت عايزة من إيه؟ يا بابا يا حبيب أنا ما أقدرش أعدي علي أي يوم غير ما أشوفك وأتطمن عليه فاضل يا زيب أقلفت لك أغنية بصراحة بقى أنا لغنينك أسمع الكلام وبطل الحركات اللي بعمل بك بابا يلا بسيب مهور الله يا عين عبدالعا حزار فزار أنا جايب ايه؟ أكيد جايب هدية الإجلال إب بيها بقى يا سلام عليك يا حسين مبيش سيدة فيه حرقت المفاجئة ما أنت دوقتين يا عم توفيق عبال ما اشتريتنا خمس ساعات تلففني محلات مصر كلها لغت ما اشتراها استنى بقى يا حسين مريني كده يا بابا الله معقولة يا بابا تسلم ايديك جميلة بشكل خلي بالك يا جلال بابا عامل فيك فخ كبير فخ ايه بس يا مشيرة ده برواز فضة بصي شكل حلو قد ايه من عارفة انه برواز فضة بس فاضي بابا بقى حيفضل مرقبك لغاية ما يشوف صورة مين اللي هتحطيها جوه البرواز البنت مشيرة دي الخالق الناطق جزها ابص كده لتنين شبه بعض مقولش حاجة إلا منفصلوها ولولوها واعملو منها قصة انا شخصيا موقفة على لقلته مشيرة اش معنى برواز يعني اه الله جري يا جماعة اي هدية كان هيجيبها عام توفيق كنت هتقوله كده بردو اش معنى بقى مهما كانت تفسير ومهما كانت النوايا يا ستة مشيرة تسلم ايديك يا بابا تجنب عن اذنكم بقى احنا هنطلع شقاتنا يلا يا محمود يلا يا حبيبتا عشان انهم وحشة كمان شفت بقى يا بابا شفت انا مقدمة ازاي ما قلتلكشش معنى اجلال جبتلها هدية وانا لأ يا بنتي انا بصالحها وراضيها بعد اللي حاصل في النادوة يعني فيه سبب اذا كنت عاوزها دي يا جبال عاوزها ايه انا عايزة افضل قعدة كده زي منا زي الملكة المتواجة وتقوم حضرتك مع حسين تجوبولي العشة لغاية هنا طب قولي انا ملكة يعني الشجرة تتضرر طب عارض ليه يا عم توفيق بلاش شجرة تتضرر دي ام واقع يلا اموا على المطبخ عايزة تتعش ايه يا امر عايزة اي عشة غريب كده بلاش العشة التقليدي ده اعملوا هلي مفاجأة طب يلا بينا يلا يلا اشتركوا في القناة